اشتركوا في القناة وعدد من السفراء ورأساء البعثات الدبلماسية بالمملكة وقام سموه بافتتاح المعرض العربي المصاحب للملتقى والذي تشارك فيه إحدى عشرة دولة ويستعرض خلاله الأطفال مختلف الثقافات والمورثات الشعبية التي تميز بلادهم وقام سموه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة كلمة أكد فيها أن هذا المشروع يحاقق نجاحه عاما بعد عام ويثبت مكانته داخل المجتمع الخليجي بفضل ما يقدمه من رؤى وأفكار تغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا نواة المستقبل وعبر سموه عن سعادته بمشاركة الضيوف والسفراء والمشرفين وكل المهتمين بأمور الطفولة في هذا الملتقى السنوي الذي يضم كوكبة من أبناء دول مجلس التعاون لافتا إلى أن هذا المشروع قد بدأ محليا ثم تطور للإطار الخليجي بفضل دعم القيادة الرشيدة التي أولت اهتمامها بالطفولة وسعت إلى تنمية الطفل البحريني من أجل خلق أجهال جديدة قادرة على النهوض بالمستقبل والسعي إلى تعزيز دور العمل والمبادرة ونشر ثقافة التمييز بين أبناء البحرين ومن ثم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي سويا حتى يتمكنوا من خدمة أوطانهم بفعالية وأشاد سموه بمبادرة جائزة النجم الواعد قائلا إن الاحتفال اليوم بتكريم الفائزين بالجائزة في نسختها الثالثة والتي أصبحت من أشهر الجوائز بالمنطقة وصارت دافعا لكل الطفل لكي يشارك في مسابقات دولية ما زرعت في نفس أبنائنا الثقة في النفس والمبادرة وفي ختام كلمته وجه الشكر سموه والتحية لكل الضيوف والحضور المشاركين في الملتقى والعاملين والمشرفين وكذلك أعضاء اللجنة المنظمة للجهد المبذول لإنجاح هذا الحفل السنوي عقب ذلك تم تقديم فقرة فنية عبارة عن أوبريت غنائي لشهد العميري أعقبه كلمة للأستاذ يوسف جناحي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الخليجي أكد فيها على تحقيق الملتقى الخليجي للأطفال نجاحات كبيرة عاما بعد عام باعتباره أحد البرامج الرئيسية للطفولة في المملكة حيث نجح الملتقى في تحقيق أكثر من هدف فهو استثمر أوقات أطفالنا في تعليمهم الحياة عبر طريقة واحدة هي اللعب وظل شعاره على مدار ثمانية أعوام باللعب نتعلم الحياة ولفت إلى أنه من حسن الطالع ونحن نحتفل بالنسخة الثامنة من ملتقى الربيع أن نحتفي أيضا بالنسخة الثالثة من جائزة النجم الواعد وبنخبة من أبنائنا المتميزين والمبدعين والموهبين الذين استطاعوا أن يثبتوا ذواتهم وأن يعبروا عن قدراتهم وإبداعاتهم ومواهبهم في مختلف المجالات وأن يرفعوا علم المملكة خفاقا في محافل خليجية وإقليمية ودولية ليقول للعالم أن أبناء البحرين قادرون على المنافسة والتميز والإبداع وأشاد جناح بإطلاق المعرض العربي للمرة الأولى هذا العام بمشاركة واسعة من أشقائنا في الدول العربية لاستعراض مختلف الثقافات والمورثات الشعبية في كافة الأقطار العربية بالإضافة لتعريف جمهور المعرض على الجوانب المضيئة في تاريخ أمتنا العربية وما تشهده هذه الدول من تطور ونهضة في شتى المجالات وقد تضمنت فقرات الحفل استعراض فيديو عن جائزة النجم الواعد ثم اختتم الحفل بالإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقة النجم الواعد وعددهم سبعة أطفال حيث قدم سموه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة الجوائز للفائزين كما قام سموه بتكريم الجهات المشاركة في الملتقى وهم فريق سواعد الخير ومراكز أطفال المشاركين وأكاديمية سيتريت ووريور كما كرم سموه الداعمين شركة نفط البحرين بابكو ومركز شريف العوضي وفريق شويس يذكر أن الملتقى الخليجي الثامن للأطفال قد بدأت فعالياته بمشاركة خمسين طفلا من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية وتستمر فعالياته حتى يوم الجمعة القادم في قاموس التعليم الجديد برز اللعب ومحاكاة رغبات الطفل الترفيهية كأفضل وسيلة للكشف عما في داخله من مهارات وإمكانات وردية تستحق التنقيب عنها والملتقى الخليجي للأطفال بنسخته الثامنة يأتي من جديد ليؤكد ذلك عبر بوابة شعاره المعتمد باللعب نتعلم الحياة شعار جاء بذاته ليستهدف بفحواه ما يزيد على خمسين طفلا يبثلون دول مجلس التعاون الخليجي وعددا من الدول العربية الحمد لله كان ملتقى طيب واليوم كان في الحفل ختامي ونشكر القائمين على هذا الملتقى جمعية كلمة طيبة على تنظيمهم للسنة الثامنة على التوالي ونشكر المشاركين من دول مجلس التعاون على حضورهم معانا في بلدهم مملكة البحرين ونتمنى لهم كل التوفيق في عمالهم الجاية وإن شاء الله نشوف مثل هذه الملتقيات لصالح دول مجلس التعاون تفيد الشباب وتفيد الأطفال الجائزة نوعها قريب من ناحيتنا كتعليميين جديد أن أشوف الأطفال اللي فازوا في شيء خارج البحرين وفازوا أيضا في جوائز في دول عربية أو عالمية هذه عطى تلاميذنا وتلاميذ البحرين فكرة جديدة وخاصة بالنسبة لأعمار الأطفال لأن عادة الأطفال في هذا العمر ما في أحد ينتبه إلى تكريمهم إلا في داخل مدارسهم هذا مجهود كبير كيف لك أن تصنع جيلا يتمتع برصانات الفكر وحسن التصرف وكيف لك أن تأخذ بيده نحو وجهات العيش التي لا بد وأن يخوض معتركها بحنكة القادر على التأقلم مع أي ظرف لا مفر من التعامل معه وكيف لك أن تستثمر ما في حصيلته من معارفة لينطلق بثبات نحو حياة لا تدر وجهها إلا لمن يحسن مجاراتها والتكيف معها جائزة النجم الواعد بحلتها الثالثة والتي ظفر بها سبعة أطفال استطاعت أن تجيب على تلك التساؤلات الهدف مننا أن نحن نبني جيل قائد يكون خير خالف لخير سلف للبحرين وأنه يبني الوطن من هذه الأطفال الصغار نبني الوطن فيهم وهم الثمرة التي نجنيها في المستقبل إن شاء الله هذا الأمر ينطبق على باقي الجالية أكيد إن شاء الله لنا دول مجلس التعاون وللعرب ككل نحن نبي وطننا العربي كل اللي يزدهر وكل اللي نرتفع مع بعض شاركنا في هذا الملتقى الثامن باللعب نتعلم الحياة وكانت المشاركة جيدة حقيقة ما بيننا وما بين إخواننا البحرينيين والمشاركين من دول الخليج الثانيين والحمد لله كانت مشاركة طيبة وتشريف لنا في وجودنا في هذا الملتقى الثامن بعدما شاركنا في الملتقى الثادس والسابع وهذا الثامن هدف منها هو تطوير العلاقات بين الأطفال دول الخليج العربي وتنمي ثقافتهم ويأخذون خبرات عن كل الدول شاركت في هذا الملتقى الجميل شاركت في هذا الملتقى لأتعلم أشياء وائد وفكرة في الملتقى جميلة أن أكثر شيء يحب الأطفال هي اللعب وباللعب نتعلم أشياء جديدة في هذه الحياة تتعلم أشياء جديدة، تتعاون مع الاستقاك الجدد، تلعب ألعاب تستنسي نفس الوقت تتعلم أشياء جديدة المعرض العربي المصاحب للملتقى وللمرة الأولى شهد مشاركة إحدى عشرة دولة عربية استعرض خلاله الأطفال مختلف الثقافات والمورثات الشعبية التي تميز بلادهم وفي ذلك تعريف واف على ما هي الجوانب المضيئة في تاريخ أمتنا العربية أطفال بعمر الورد يوحي إليهم فضولهم لاكتشاف ما يستميلهم من بيئات توقد الشعلة التي بداخلهم بيئات يكتسبون منها ما يحلو لهم من معارف وخبرات يقيمون عليها أولى اللبينات الكفيلة برسم هويتهم الخاصة لتلفزيون البحرين محمد رشادات